زي ما انت شايف كده تقدر تخلي الحساب بتاعك والواتساب بتاعك برقم امريكي من خلال الطبي اللي انا اقولك عليه في الفيديو ده يلا بينا نبقى الشرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الفيديو ده هقولك ازاي تقدر تحصل على رقم امريكي تربط بي الواتساب عن طريق طبيقين الطبيق الاول اسم بانجيمي والطبيق التاني اسم الواتساب وتقدر تنزلهم من الرابط اللي موجود في الوصف او التعليقات دلوقتي انا ادخل عندي على الواتساب بعد كده باختار المواصفة والمتابعة وهنا بقولك اكتب رقم الهاتف من هنا بتحول رقم الهاتف للمملكة المتحدة او الولايات المتحدة على حسب رغبتك انت انا مثلا هاختار المملكة المتحدة ويفضل انك تختار المملكة المتحدة لانه مش بيبقى فيها اي حظر على عكس لو انت اخترت الولايات المتحدة الامريكية يعني لو جتك تكتب الولايات المتحدة الامريكية هنا كده. تمام. لا تلاقي فيها مشاكل. حاول تختار المملكة العربية المتحدة. برحفك انت عاوز تخليه رقم بلاس وان ما فيش مشاكل بلاس فور فور ما فيش مشاكل. ده علشان مسلا انت حبيت اه يكون عندك متجر يكون عندك محتوى يكون عندك اه مسلا صفحة انت عاوز تخلي نفسك مميز. اه بيبقى لك رقم خاص جانبي تقدر اي حد يتوصل معك عليه. اه بيحس انه يكون رقم بزنس يعني. دلوقتي انت بترجعت اني كده عندك على تطبيق بانجري. تلاقي فيه الطبيب بعد ما تكتفتح تروح عندها حاجة اسمها هنا. وتلاقي فيه اتلاقي فيه الارقام هنا. انت بس مجرد ما تنزل الطبيق تقدر تلاقي اكتر من رقم تقدر تستخدمهم. على سبيل المسال انا اختار الرقم اللي قدامك ده. بعد كده باختار هنا بوغط على هنا بقول لك انسخ الرقم. بتنسخ الرقم وبعد كده بترجع تاني على طبيق الواتساب. بتضيف الرقم هنا بتعمله لصب. وبعد كده بتضغط على كلمة التالية. من هنا بقول لك لقد ادخلت رقم الهاتف بلاس فور فور وكتب رقم الهاتف عندك هنا. ده في فلال الولايات المتحدة انت بتضغط على كلمة موافقة. وبعد كده بتستنى شوية لحد ما يتم ارسال الرسالة النصية اللي انت شايفها قدامك كده. بتكتب الرسالة النصية. بعد كده هنا بتضغط رقم تلاتة زي ما انت شايف. وبعد كده حولني على رقم الامريكي اللي قدر احصل عليه عادي جدا. اللي جار التهيوة هنا. وبعد كده بيحولني على الحساب بتاعي. علشان اتأكد بنروح مع بعض عندي الاعدادات. بعد كده بروح عندي على الحساب بتاعي انا. هتلاقي رقم الحساب اللي هو بالمملكة المتحدة هنا. كزلك برضو لو انت استخدمت الولايات المتحدة انت بس اهم حاجة بتروح عندك على زي ما انا قلت لك. انا زي ما انت شايف ده كود الخاص بالواتساب. انا بتختار maybe later. بعد كده بتضغط على حاجة اسمها هنا select app. المهم بتختار الواتساب لو انت هتختار رقم امريكي. بعد كده بتختار United States اللي هو البلاس وان. بعد كده بتضغط على كلمة next هو من هنا بيحولك على ارقام الواتساب. بس انا يفضل ان انا بختار اه المملكة المتحدة. وبختار اتشات جي بي تي لان انا بستخدم حسابات الواتساب علشان اقدر افعل بيع حساباتي على اتشات جي بي تي منصة الزكاة الاصطناعي. فانت لو عاوز تعمل حساب على الواتساب يكون رقم امريكي بحيس انه هيكون مميز اي حد يقدر يتواصل معك برقم خارجي. اه الفكرة كلها انك تقدر تستخدم التطبيق ده. يعني في منه المجاني وفي منه المدفوع. اه عشان تقدر تحصل على رقم امريكي. وهتقدر تحصل على رسائل الواتساب للتفعيل ده. كده انا شرح انتهى. اكمل هيكون الشرحة عجبك. ياريت ما تنساش تدعمني بلايك وسابسكرايب للقناة. ولو اختكت اي حاجة تقدر تتواصل معي في الكومنت. وانا هرد عليك ان شاء الله. ومع السلامة. اشتركوا في القناة